اهلا بكم في هامسايا منذ قيامة الثورة ووصول الملال إلى السلطة والشعوب غير الفارسية في إيران تعاني من إهمال والاضطهاد على كافة الأصعدة السياسية والأمنية والاجتماعية والثقافية وكذلك العرقية والدينية كما يشتكون ويتذمرون دائما من الحرمان ويقصام ومنهج محاولات طمس هويتهم من قبل الحكومة المركزية في طهران هذا الموضوع وغيره من المحاور سوف ننقشها في هذه الحلقة ولكن بعد هذا التقرير نتابع قبل ثمانية وثلاثين عاما عاد القميني إلى طهران حاملا في يديه طوق النجاة إلى الشعوب الإيرانية كهفة كما كان يدعي ووعودا بالحرية والمساواة ونيل الحقوق السياسية والثقافية لكل القوميات والإثنيات في ظل حكومة إسلامية بين مزدوجين فرح الشعب حينها وتبشر خيرا لعل العهد الجديد على أقل تقدير يكون من سابقه أقل شرا لم يدم الأمر سوى أشهر قليل حتى كشف النظام الجديد عن أنيابه فصادر ما كان متبقيا من هامش الحريات لدى الشعوب غير الفارسية وقمع وقتل بل وأفتى بتكفيرهم كما حدث مع الكرد حينما شن الخميني حملة عسكرية ضدهم أواخر عام 79 من القرن الماضي بحجة أنهم يحاربون الله والرسول فاستباح الجند المال والأرض وأرواح البشر حتى أضحى التكلم بلغة القوم إثما وكبيرة لا تختفر سياسات النظام الإيراني منذ البداية اعتمدت على مبدأ قمع الشعوب الإيرانية كافة وضرب أي حراك شعبي أو جمعري ضد نظام ولاية الفقية واعتبار أي اعتراض على هذا النظام بمثابة الخروج عن الدين وعليه فإن محاربتهم يكون أمرا شرعيا كما حصل مع الكرد بأدفة والخميني بتكفيرهم على أنهم طلبوه بتنفيذ عوده لهم بإعطاء الحقوق المشروعة العرب والبلوش والآذريون والأكراد والتركمان وغيرهم من شعوب إيران رضه عنوة إلى محاولات النظام الذي عمل على تدمير الثقافة في مناطق الشعوب غير الفارسية وحرمانهم من المدارس والجامعات وكذلك منعهم من الوظائف الحكومية واعتلاء المناصب القيادية في كافة الإدارات في محاولة لتهميش دورهم في المجتمع ومنعهم من الانخراط بالسلك الدبلوماسي وغيره وإقصائهم وحرمانهم من حقوقهم القومية وحق ممارسة عاداتهم وتقاليدهم بل ومحاولة تمصي هوية تلك الشعوب التي تبلغ نسبتها أكثر من نصف الشعب الإيراني النظام الفارسي عندما لم يعترف بالديمقراطية والحرية كذلك تجده يطبق سياسات خطيرة على الشعوب غير الفارسية منعهم من التعلم بلغتهم والأم كالشعب الكردي لا يسمحوا له التعليم أو الدراسة باللغة الكردية كذلك الشعب العربي الأحوازي وكذلك البلوش يتمنعهم من الدراسة باللغة لغتهم والأم كذلك لم يعطي أو يسمحون لأي فرد من الشعوب غير الفارسية لدخول البرلمان أو ما شابه ذلك مات الخميني نهاية ثمانينيات القرن المنصر غير أنه خلف وراءه نظاما عنصريا مستبدا يتمثل بولاية الفقيه وإرثا ثقيلا من المظالم بحق الشعوب غير الفارسية التي لا يحق لها الوصول إلى دائرة الحكم لا من قريب أو بعيد سواء بين المتشددين أتباع المرشد أو حتى الإصلاحيين كما يدعون فقائمة روحان الأخيرة للتشكيل الحكومي الجديد خير مثال على مدى التهميش والإقصاء الممارس ضد تلك الشعوب في جمهورية الولي الفقيه لمناقشة هذا الموضوع سرنا ينضم معنا من لندن الباحث المختص في أشؤون الإيرانية الأستاذ يوسف عزيزي ومن أسلو هاتفينا الأستاذ عارف باوجاني رئيس حزب سربراستي كردستان المعارض للنظام الإيراني أهلا بكم أضيفي الكريمين ونبدأ من لندن أستاذ يوسف بداية نحدثنا عن الوضع الثقافي للشعوب غير الفارسية في إيران هناك اصدهاد قومي للشعوب غير الفارسية في إيران يعني يضم كعلبة أو كباكس يضم ثلاثة أنواع رئيسية من التمييز التمييز السياسي والتمييز الاقتصادي والتمييز الثقافي وإذا يعني هناك تمييز آخر يشمل العرب وهو تمييز عنصري في إيران ونوعا ما الأتراك الآذريين على كل أحد أسس هذه العلبة أو الباكس هو التمييز الثقافي والتمييز الثقافي يعني يشمل اللغة والأدب والتعليم والإعلام والمكتبات والمسرح والسينما والموسيغة والتراث الشعبي والتاريخي يعني في كل هذه المجال الحكومة المركزية في طهران تفرض تمييز بل تحارب تحارب الوضع الثقافي للشعوب غير الفارسية ونوعا ما حتى تدمرها مثل ما حدث في المحمرة قبل خمس سنوات يعني بعد ما دمروا ثلاث من قصور الشيخ خزع الآخر حاكم عربي في الهواز عربستان على كل هذا التمييز الثقافي هو خلافا للتنمية السياسية التي لابد أن تتم في إيران على أساس التنوع الغومي لأنه إيران منذ قرون هي بلد متعددة الأثنيات ومتعددة القوميات وحتى كانت توصف بالممالك المحروصة يعني زي مثلا ما يقولون مملكة مصر المحروصة كانوا يقولون ممالك إيران المحروصة يعني إيران كانت تتشكل من عدة ممالك ومنها مملكة عربستان نعم لكن ما هي العقوبات استاذ يوسف استاذ يوسف العقبات والصعوبات التي تواجه الشاب يعني الإيراني من الشعوب غير الفارسية خاصة أن أنت شخص مثقف ومتابع للشأن الثقافي في الداخل الإيراني ونعلم أنها ربما خمسين لستين في المئة من الشعوب في إيران هم من الشباب ما هي الصعوبات التي تواجه الشباب من الشعوب غير الفارسية على المستوى اللغوي الثقافي التعليمي إن صح تابعي أيضا يعني أول شيء هو منع التدريس للغات الشعوب غير الفارسية يعني يتم لأبناء نحو أكثر من خمسين بالمئة بل ستين بالمئة من سكان إيران يمنع التعليم بلغتهم يعني وتفرض وتفرض لغة الشعب الغالب عليهم بل وتغاليده وتراثي كعيد نوروز والعطل وما شبه ذلك فإذا بدأنا من اللغة ومنع تعليم اللغة للشعوب غير الفارسية نرى أن الطفل العربي أو الكردي أو الآذري لما يدخل المدرسة يعني لازم يتعلم شيئين يعني يتعلم الصرف والنحو الفارسي والأبجدية الفارسية يعني اثنين فيما الطفل الفارسي لا يتعلم إلا فقط الحروف الأبجدية فهذه تبدأ من هنا يعني المباراة الصعبة في الحياة للطفل غير الفارسي فلهذا في هذه المباراة يصبح الطفل الغير فارسي يعني يتأخر بالنسبة للطفل الفارسي بسبب عدم تعليم التعلم بلغته وأنا عندي إحصاء يقول أن 33% من تلاميذ المدارس الابتدائية في محافظة ما يسمى بخوزستان أو عربستان يعني يتسرب هناك تسرب بنسبة 33% من المدارس الابتدائية و50% من المدارس الثانوية و70% من الاعدادية يعني هذه كارثة في محافظة واحدة هي في عربستان فهكذا يعني نفس الإحصاء ممكن أن نعممه على سائر الشعوب غير الفارسية لماذا يتم هذا؟ لأنه الطفل لا يبدأ التعليم الطفل غير الفارسي لا يبدأ التعليم بلغة أمه بل تفرض عليها اللغة الفارسية منذ نعومة أطفاله وثانيا المدارس يعني أجواء المدارس أجواء مشبعة بالعنصرية الكتب الدراسية مشبعة بأشعار فردوسي وكتابات صادق غداية وكتابات عنصريين آخرين معادين للعرب ويحغرون الشعوب غير الفارسية فهذه الانطلاقة هي انطلاقة صعبة للطفل وقس على هذا لما يعني إذا واحد يعني صار معجزة وتجاوز هذه المراحل ووصل للجامعة لما يأخذ الشهادة ويكون خريج أيضا يواجه هناك تمييز في التوظيف سوف نصل لهذه النقطة أستاذ يوسف وننقشها خاصة المستوى التعليمي الجامعي وإشكالية التوظيف ولكن دعنا الآن نشارك معنا لأستاذ عارف أباوي جاني رئيس حزب سربراستي كردستان المعارض أستاذ عارف وأنت من الشعب الكردي في إيران كيف تصف الأوضاع الثقافية والتعليمية للشعب الكردي في إيران في ظل يعني ما تعانيها الشعوب غير الفارسية وما هي يعني الصعوبات التي تواجه الأكراد ربما دون غيرهم إذا كان هناك أي صعوبات خاصة بالأكراد نعم تحياتي لكم وليزيتكم الكريم حقيقة بعد المرات نحن نسمع أنه نحن معارضة إيرانية نحن ليس معارضة لنظام إيراني نحن محررين نرفض ونطرد الفارس المجوسي في بلدنا ونحن نتحفظ على هذه المصطلحات نحن نرفض ونطرد العنصر الفارسي في مناطق الكردسان وحاكذا كما سمعتنا الإخوان الأحواضي وإخوان البلوشي والتركماني وآذري من نفس الفكرة فأتمنى إعلام العلبي والمملكة يتأثنون على هذا الموضوع الثانيا بالنسبة للشعب الكردي لدينا تاريخ قديمي وآذبيات وثقافتنا المختلفة أقدم من تاريخ الفارسي حقيقة لدينا شعراء أشخاص معروفة في تاريخ الشعبنا ولكن الحكام الفارسي والإمبراطورية للسكر الفارسية يسرقون أدبياتنا يتغيرون أثامي أشخاصنا كما قال الأخ نفس الشيء كل شاب الكردي أو شابة من عمره سبع سنوات يجبروا أن يعلم أشخاص الفارسي ويعرف منه أبو علي سينا ومعرف منه فلان وفلان وفلان ويجعلوا أن يتعلم ولا كريم الكردي ولا شاعر من أشخاص الكردي فهذا من أدبياتهم فهم معروفين لسرق الأدبيات الآخرين أكو مسألة يقولون كالرواية سمعت عدد مرات من الناس المؤرخين يقولون أحد من المشاورين الزمان الشاي حدث مع الشاي اللغتنا مطلوسة كلها من العربي والبلوشي والكردي قالت المبوضة مثلا اطلعنا القرار أن نحفظ باللغة الفارسية لا نستفيد من الكلمات العربية والكردية القرار الشاي شنو كان كان قرار الشاي أكيدا استعماله لغاته عربي ممنوعه يعني هذن فقط الأسمال كان فارسي حتى القرار ما للشاي على طاقت لتحفظون على اللغة الفارسية معناة الفارس ما كان عندهم لغة رسمية لهم ما كان عندهم ثقافة خاص لهم هما بس الباغوا من الكلمة لكن استاذ عارف دعنا نستثمر هذا الوقت معك استاذ عارف يعني هناك أنت كما أشرت هناك ربما محاولات لفرسنة الشعوب غير الفارسية والأجيال الصاعدة وهناك معاناة ربما مع المستوى التعليمي لهؤلاء الشباب يعني ما مدى نجاح هذه المحاولات في قضية ربما يعني طمس هوية الشعوب غير الفارسية وإخراجهم من يعني مرجعيتهم الثقافية واللغوية وحاولت يعني دمجهم في المجتمع الفارسي وتخلص من هويتهم الأساسية بالتأكيد كما نرى وكما نشوف أنه الشعب الكردي وهكذا الشعب الأحوالي أن يتابع يعني مستمرين لتحافظ على ثقافتهم على ثقاليتهم على طارقهم على أدبياتهم فالشعب بهذه الطريقة ما يخوف الشعب بهذه الطريقة يعني يزيد حباثة للشعب حباثة للتاريخ فنحن مستمرين في النذال ومتأكدين أنه يجي يوم من الأيام يسقط هذه الدكتاتور في المنطقة وهكذا نطلب من كل الإنسان الثقافي وإنسان الحر في كل العالم أن يساعد الشعوب غير فارسية في المنطقة حتى يرجعون السلطة إلى بلدهم ويحفظون بثقافتهم وبتاريخهم كما موجودة هذا الحق لكل العالم في الدنيا هذا أنه نظام يعني الفارسية هم الأقلية في المنطقة ويحكمون ليس بس على الكردسان وعلى الأحوال وعلى بلدسان يحكمون نص الدول العربية لمتى يعني ساكتين نحن لابد نعرف هذا الحقيقة يعني نظام الجمهور الإنساني يعني أقدر أقول لك أسوأ من الداعش يعني يريد يتقدم يريد يتقدم الآن يحتلت على أربع محافظات أربع حاصمات عربية ويريد يدأ من مسقف عمان ويريد يدخل يعني يدخل وحتى يشتري اليوم السميع الترامج بدأت بتشييع العرب في مغرب في تونس يعني يسرب الملايين دولارات يسيطر بطريقة دينية على كل الدول العربية وهم يحلمون بزمن السلطة الأسكندرية يعني ما بمستمر على الشعوب غير فاسية وخاصة الشعب الكردي أنا عندي مثلا جدول من زمن أحمد نجات التاريخ من 2009 إلى 2011 كان عدد أقل من زمن حسن الرحاني يعني من بداية الوصول حسن الرحاني إلى الحكم من 2013 كان 86 شخص انعدمت من 2014 غاد إلى 752 صحيح من 2015 إلى 1957 كانك تقول أستاذ عارف أنه لا فرق بين ما يسمى بالإصلاح والمحافظ في ظل إطار ولاية الفقه عموما الأستاذ عارف بابو جان رئيس حزب سربالستي كردستان المعارض شكرا لكم نعود إلى الأستاذ يوسف عزيزي من لندن أستاذ يوسف كنت تتحدث عن قضية القبول في الجامعات وفي التخصصات العلمية ونقرأ نحن ونسمع من معاناة الشعوب غير الفارسية في إيران سواء العربة والأكراد والبلوش والآذريين من محاولة لتهميش دورهم وقبولهم في هذه التخصصات ما الذي يخشاه النظام من قبول شاب طموح في تخصصات معينة في المستوى التعليمي الجامعي أو في وظيفة مرموقة في داخل البلد وداخل إيران النظام الإيراني لا يثغ بالنخبة غير الفارسية إن كانت عربية أو كردية أو تركية أو بلوشية أو تركمانية لا يثغ بها أبدا إلا أن تكون تابعة لأجهزته المختلفة الأمنية يعني حتى يعني شاب إذا كان حتى إذا كان غير غومي يعني إنسان مستغل مثلا أيضا هذا لا يثغون به إن كان عربي فلهذا هناك يعني تعميم إلى الشركات وإلى الدوائر الحكومية أن لا يوظف الشباب العرب وأنا يعني شاهدت لما كنت في الآواز في الداخل وحتى الآن حكوا لي كثير شباب دارسين عندهم شهادات دراسات عليا جامعية لكن لما يريدون أن يتم توظيفهم بالشركات الحكومية أو الخاصة فيركز على ألقابهم وعلى أسمائهم إن كانت عربية فلا يتم توظيفهم فبعض حتى يعني اضطر بعض الشباب يعني لجل لغمة العيش البعض البت القليل أن يغير لغبه ويعني يختار لقب فارسي يعني إذا كان طرفي أو كعبي أو تميمي أو شيء يعني ما يستخدموه حتى على أساس الأسماء على كل حال هذه سياسة متبعة الآن بشكل في في إيران في النظام الإداري في إيران لكن دعني يعني يعني أعطيك إحصاء نعم نحن نعرف أن أن العرب في محافظة ما يسمى بخوزستان أو عربستان يشكلون أكثر من 70% من سكانها لكن هل تعلم أن الطلاب العرب في أكبر جامعة حكومية هي جامعة شمران الحكومية لا يشكلون إلا أغل من 7% يعني ما هو السبب ما هو السبب أستاذ يشوف شايف كيف بالمئة السبب أولا عدم عدم التعليم باللغة الأوم ذكرت لكم التسريب والإحصاء التي ذكرت لكم هذه أولا وثانيا هناك الفلترات التي يعملونها لعدم دخول شباب العرب وهناك إهمال تمييز بين المركز أي طهران واصفهان وشيراز من جانب وعربستان وكردستان وأذربايجان وبلوشستان من جانب آخر يعني وفق الإحصاءات الرسمية الحكومية الآن محافظة عربستان أو ما يسمى بخوزستان الآن هي في المرتبة الثلاثة وعشرين من جهة التعليم والتربية فهذا إذا تقاييسها حتى مع زمن قبل الثورة التي كانت في المرتبة الخامسة أو السادسة هناك إهمال وهناك تمييز يعني مفروض على هذه الغوميات وخاصة على العرب هناك 21 صحيفة ومجلة فارسية تصدر في مدينة الأهواز ولا واحدة من هذه الصحف باللغة العربية يعني هذا معناه أن سبعين بالمئة من أبناء هذه المحافظة لا يملكون أي صحيفة ولا يسمحون لهم بإصدار صحيفة ولا لا يوجد هناك نحو 10 و11 مؤسسة أو دار نشر في الأهواز ولا واحدة منها دار نشر عربية نعم هذه النقطة مهمة أستاذ يوسف ولعل استثمت ما تبقى من الوقت للتركيز على هذه النقطة واسمح لي على المقاطع أستاذ يوسف المتابع لنتاج الثقافي في إيران بعد الثورة يدرك أنه تراجع بشكل كبير ولكن نجد غياب شبه كامل لمنتج الثقافي للشعوب غير الفارسية في الداخل الإيراني لماذا هذا الغياب هل هو بسبب ممارسات السلطة أم بسبب التهميش التعليمي والثقافي في الداخل وباختصار شديد أخي هو الأثنين يعني التمييز الثقافي والتهميش يعني الأثنين يلعب دور في هذا الأمر وإلا عربستان اللي كانت مملكة وكانت عدتها شعراء كابن معتوق في العهد المشعشعي وكابو نؤاس الأهوازي في العهد العباسي والعديد من الفقهاء والشعراء والأدباء اللي ممكن إذا عدتهم لك يصلوا إلى ألف وموجودين في تاريخ أدبنا اللي ما يذكرونه في الكتب المدرسية في 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 الأهواز فهذا هذا الشعب شعب خلاغ وشعب مبتكر يعني ولو يعني يفتح النوافذ ويفتح السدود أمام هذا الشعب لرأينا الكثير من الشعر وإنتاج الشعر وإنتاج القصة وإنتاج الأدب والآن يعني رغم كل هذه الظروف الآن تصدر لنا بين الحين والآخر لكن وين تنشر تنشر إما في بيروت وإما في قوم لا يسمحوا بأي مؤسسة دار نشر في الأهواز لكي لا يزدهر الأدب الأهوازي العربي الأهوازي في عاناكم الله أستاذ يوسف عزيزي وبقية الشعوب الفارسية في الداخل الإيراني في نهاية الحلقة نشكر ضيفنا وضيفينا في هذه الحلقة من لندن الباحث المختص في أشؤون لراني الأستاذ يوسف عزيزي وهاتفيا الأستاذ عارف باب جانا كان معنا من أسلو وهو رئيس حزب سر براستي كردستان المعارض مشاهدين الكرام مشوار معاناة الشعوب غير الفارسية مع النظام ولاية الفقه نختصرها في هذه الصور نتابع ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة المترجم للقناة ترجمة نانسي قنقر على مواقع التواصل الاجتماعي دمتم في رعاية الله وحفظه السلام عليكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر